إن عودة طلبتنا في الفصل الدراسي الثاني والذي سيبدأ في سبعة اثنين واستمرارية دوام المدارس هي مسؤولية مشتركة من خلال الالتزام بالبروتوكول الصحي لبس الكمامة المحافظة على مسافات الأمان واستخدام المعاقمات والمنظفات وهو مسؤولية الجميع فاستمرارنا إذن بالتعليم الوجاهي يعتمد على مدى الالتزام وعلى الحالة الوبائية اه ما عليك يا بس هذا الحكي سمعناها قبل ببداية الفصل الأول لما داومت المدارس واللي بالمدارس الخاصة دفعوا وفيش أسبوعين واللي احنا معطلين طيب طيب معني هالمرة يعني كيف رح تكون قلية الدوام السابع من شباط سيبدأ بإذن الله التعليم الوجاهي للصفوف من رياض الأطفال إلى الصف الثالث والصف الثاني عشر سيكون الدوام بالتنوب إما ثنين بثلاث أيام ثنين وجاهي لمجموعة وثلاث أيام تعليم عن بعد أو العكس آه يعني الصفوف الأولى رح يداموا والتوجيهي ورح يكون الدوام ثنينات ثنينات ثنين وجاهي وثنين عن بعد وثنين شاورمة وواحد برقر تمام بعض الشعب قد تكون يومين بيومين بيومين كل أسبوع مع استمرار التعليم عن بعد اعتماداً على الكثافة الصفية آه آه تمام تمام شعب بقى رح يدام بس خميس وصف سابع هذولا مو شاغبين خلص ممنوع يداموا وأحمد ابن أبو فتح الصغير يوم الاثنين والثلاثة ممكن ينثبت معليه طب من الآخر ابني رح يدام ولا لأ لأنه قرفته أن الخيار متروك لولي الأمر في اختيار التعليم الوجاهي أو التعليم عن بعد لابنه أو ابنته آه رح يكون اختياري أنا رحكي لك كيف الحوار رح يكون بين الأب والابن بهذا الموضوع عادي رح يجي الأب عند ابنه ويحكي له علي يا السطل أنت رح ترجع المدرسة آه تعليم وجاهي رح تروح ركض ركض عليها بدي إياك تروح إذا كان دوامك على الثمانية بديش أشوف وجهك قبل الساعة ثمانية بأربعة وعشرين ساة أقول لك من هستروح روح يبعد عن وجهي ولك بتعرف وأنا بك شو بكيت أساوي أنا قدر أنا بكيت أمشي للمدرسة مية وثلاثين كيلو متر ماشي ماشي هذا بس ماشي وحافي والدنيا ثلج وحامل كتب على ظهري شو كتب خمسين كتاب وأطلع على الجبل وأنا حافي واضبع يلحقونا ايه والله يابا والله يابا أنتوا جي لمدلع روح 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 من وجهي روح من وجهي يعني يابا تسويت كل هذا بحياتك بس الأرض اللي بعبدون ما أخدتها يا جماعة العودة للمدارس إحنا عارفين أنه إشي مهم ومطلب للأهالي والكل بستناها وبتخيل أنه الكل عارفين أنه لابد لا خلص إشي ضروري أنك تتبع الإجراءات السلامة لأنه لسه الوباء موجود يعني إذا بدكم تفتحوا المدارس افتحوها وتوكلها الله خلي الله يطرح لنا البركة بهاي السنة وخلص اشتركوا في القناة